السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي هنشرح الاندوكترز في الدواري اللي فيها مصدر DC بس الاندوكترز بيكون أبسط من الكاباسترز عشان الكونسب بتاعهم بيبقى أسهل حبتين والقلونين بتاعتهم بتبقى أقل شوية من الكاباسترز فخلوها نشرح أول نقطة عندنا الاندوكتر بيتركب من إيه وبيشتغل إزاي أول حاجة بس في نقطة عايزين نقضحها انت عندك لو فيك اندوكتر أو أي سلك عموما ومشيت فيه فبالتالي نتيجة لأن فيه مشي في السلك دوان هيكون حولين السلك ماجنالك فيلد ايه السعب انه يكون ماجنالك فيلد حولين السلك اللي بيمشي فيه مش م AM دلوقتي ممكن بس انه بيكون ماجنالك فيلد أولا مما السلك يمشي فيه عشان تعرف اتجاه الماغنالك فيلد دون هتستدم قدر ماكسور رايد هاند انت هتحطي ايدك يمين عالسلك وهتخلي الثم او الابهام بتاعك يشاور ناحية الكرنت فبالتالي بقى صعوب عيدك هتشاور في اتجاه الماغنالك فيلد بحس ان هو يبقى كلاكوايز او كانتر كلاكوايز فبالتالي الماغنالك فيلد اللي بيكون حوالين السلك بيبقى عشكل دايره فانت تخيل ان اتجبت السلك دون ورفيته حوالين نفسه بالشكل اللي قدامكم دون دلوقتي يعني فانت بكل بساطة كده تكون جمعت الدوائر اللي هي بتاعت الماغنالك فيلد ديان في نقطة واحدة ده معنى انك انت لما بتلف السلك حوالين نفسه او بتلفه حوالين جسميان عموما فانت بتجمع الدوائر بتاعت الماغنالك فيلد ديان وبتكون ماغنالك فيلد واحد قوي جدا يعني انت لو جبت دلوقتي السلك المنفوف حوالين نفسه ومشيت فيه كوريند فالماجنالك فيلد اللي هيكون اقوى بكتير من الماجنالك فيلد اللي في السلك العادي والسلك اللي منفوف حوالين باطه دون او حوالين جسم بيبقى برعا عن كويل او بيبقى اسمه كويل فالماجنالك فيلد اللي بيكون نتيجة لكويل بيبقى اكبر بكتير او اقوى بكتير من الماجنالك فيلد اللي بيمشى في السلك العادي المستقيم وهو ده الاندكتر بتاعنا الاندكتر بيبقى برعا عن كويل وفي نقطة كمان بس حابين نشرحها أنت عندك لو فيه sirt وحطتو جوا magnetic field أو أنه يعني بيبقى في مجال مهضة تيسي وأنت حطتج جواة silt فبالتالي نتيجة المagnetic field اللي السر كمرمي فيه دو most هيكون عندك current يعني أنت عندك المagnetic field بيكون current وبرضو current بيكون magnet field بس في نقطة لازم نأخذ بالن منها كويس قوي أن current اللي بيكون نتيجة المagnetic field دو幹 بيعتمد على augmentazioni بيعطmes يعني أنت عندك طول ما فيه current ماشي في silt ده معناه أنه لازم يكون في دوا موجود فيه فمش لازم يكون بيكون لكن لو فيه دوا فلازم يكون فيه يعني لو افترضنا انك جبت السلك ورميته جوا مجال مغناطيسي او مغناطيسي والمغناطيس دوا ما بيحصلش فيه اي تغيير فكده برضو مش هيكون لكن لو انت عدت تغير في كل شوية عدت مسلا تحرك في السلك او تحرك في المغناطيس بتاع مغناطيس فكده هيكون عندك ودي بيبقى حاجة اسمها لكن دي مش معنى في المنهك فمش هنتكلم عنها قوية فنشرح الموضوع داون بشكل بسيط حبتي انت عندك دلوقتي كويل وحطيت جنبه مغناطيس فبالتالي كورنت اللي هيمش في الكويل داون هيكون لحظيا بس طب هيكون لحظيا ازاي او امتا الكورنت هيكون في اللحظة اللي انت حطيت فيها مغناطيس جنب الكويل او بعدت فيها المغناطيس عن الكويل لكن طول ما المغناطيس وكويل سابتين في مكانهم مفيش اي كورنت هيعدي الكورنت هيعدي بس في اللحظات اللي هيكون فيها تغيير في المغناطيسي فبالتالي لو انت جبت نفسvatه cultura وحطيت نفس المغناطيس دوا لكن الفرق هنا انك انت حرقت من المغناطيس يمين وشمال فبالتالي拍 as we told him is to testament to the change of Chung of magnetic field وبالتالي هيكون current نتيجة انا عشان انت عملت الحرك المغناطيس دلوقتي يمين وشمال فطول ما انت بتحرك المغناطيس بالشكل دوا فبالتالي ربيع Neo của الدكتور عندنا بيبقى بعبره عن ispacitive component وبيخزن الطاقة فيه على هائف وخدوا بالكم ان اللي بيكونه بيبقى عكس اتجاه الكيرنت اللي هو بيبقى داخل الكيرل ده معناه ان الكيرل اول اندكتور بيواجه او بيقوم اي نوع من انواع التغير في الكيرل يعني انت عندك لو كيرل زاد هو بيحاول يقللو لو قل هو بيحاول يزودو يعني تعالوا دلوقتي بس نشوف في الجراف اللي قدامنا دلوقتي انت عندك الطبيعة ان السيركت لما بيمشي فيها اي طيار يعني الطيار دلوقتي كان نعدى شوية طاعته وبقى ثابت لكن انت فجأش رح تمشغل البطارية فبالتالي كيرلت رح فجأة طالع لفوق وبعدها رح مكمل حركة قدام عدي جدا فالتغير المفاجئ اللي حصل دوا لكيرلت هو دوا اللي كون عندك ماجنالك فيلد عشان زي ما احنا قلنا الماجنالك فيلد بيعتمد على الشينج في الكيرلت ده معناه انه النقط ديان والنقط ديان برضو تراملنا فيش اي شينج في الكيرلت فملهاش اي ماجه Lore كون برضوже بيبقى عكس التجاه متاع البطارية فده معناه ان الكون هيكون هيئل في البطارية دونا طب احنا عندنا xi فيل اندكتور اتاتك كان ساكن كان عند ZERO عادي زي ما كان في البطارية دلوقتي لكن البطارية فكאת発рыв مرة واحدة. فبالتالي هيكاوم الزيادة الفجائية اللي حصلت دي. يعني اللي ماشي في الكل مش هيبقى طالع مرة واحدة كده لأ. هيبقى طالع بشكل بالشكل اللي قدام ندون. بعد كده يثبت عادي جدا. وبرضه اخدوا بالكم من حاجة اولا ما نقفل الببطارية يعني كان ماشي عندي كده بعد كده فجأة وهيوصل للصفر وكمل عادي عند الصفر. فهنا برضو حصل بس بالعكس. فطالما ان الاندكتر بيواجه اي نوع من الوع فده معناه ان طرمنا الى فهو هيحاول يزوده. فبدل ما ينزل بشكل مفاجئ كده لأ هينزل بشكل تدريجي او كده. وبعد كده يركمل عا السفر عادي جدا. فهي دي انفكرة تعمل ان هو انت عندك بيسيب مرة واحدة لكن هو بيزوده بشكل تدريجي او وبرضو بيقلل مرة واحدة لكن او بيقلل بشكل تدريجي. ارجو انكم بتكونوا فهمتوا النقطة دي. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية. انك انت عندك في السركيت المفروض انه ويمشي بالشكل اللي عندك في الخط الاحمر دون. لكن عندك بيزيد بشكل اللي قدامك دون. وبردو بدل ما يقل ل مرة واحدة بيقل بشكل اللي قدامك دون. فهي الفكرة كلها ان الاندكتر بيواجه اي نوع من انواع التغيير اللي بيحصل في Line عندك في السركيت. وبالمناسبة النقطة دي ممكن نقارن بها بين الكاباستر والاندكتر. الكاباستر عندك كان بيواجه حيال بتاع الفولتازج ودي كمان ن Leh kotor على هيئة. وبرضو عندنا كان بيخزن الطاقة جوا على هيئة. وبرضو في عندك فكرة ان ممكن يعلى مرة واحدة ويعلى فجأة. هايمنع ان العلوة مفاجئ ضوان يحصل وهيخليه يعلى بس بشكل مش هيبه بشكل وفجائي يعني. ولو برضو تفتكروا عندنا كانوا بيحمل من حاجة زي كلا. بس هنا على عكس هنا عندنا كان بيحمي من العلوة المفاجئ لكورنت. لكن عندنا كانوا بيحمل من ان يكون ماشي في السيركت عدي جدا وفجأة ينقطع. ونلجأ برضو اللي لو انت فهمتش السيركت بتشتعل ازاي كويس فديا هتفاهمك ان شاء الله. انت دلوقتي عندك البطارية بتبمثل بومب. والبومب ديا هي بتضخ ميا مش بتضخ الالكترون. طرمان احنا في الوالفلو انالجي. والاندكتور عندك بيبع برعا عن العجلة او مروحة اللي عندك دلوقتي هنا موجودة قدامك. احنا دلوقتي ونفترض ان البومب او مضخة بتاعة الميا ديا ما كانتش تشغالة. فبالتالي الميا اللي جوه believes سير short فبالتالي او لما احنا نجعل كماму دي والميا تبدأ تمشي المروحة دي اللي هتمناعها منها تمشي حبتين. في الاول المروحة هكون بتتحرك ببطء. بعدكده الميا تمشي زيادة فالمروحة تتحرك اسرع وتمشي زيادة اكتر بمروحة تتحرك اسرع اكتر. وبالتالي حد ما تتتحرك باكسرة عندها. لما توصل للاكسرة عندها تقريبا كده الميا مش هتبقي بتوجه المروحة اصلا عشان المروحة بتتحرك باقسة سرعة فبالتالي مش هتبقى محتاجة ان ميا تزوءها اكتر لا اي خالص هي وسط لقصة سرعة عندها وهي تماشى بنفس السرعة بتاعت المياة فبالتالي المياة مش هتواجه تقريبا اي اعاقة من المروحة دي وبرضو في نفس الوقت لو انت قفلت بدي بشكل مفاجئ فبالتالي انت عندك المياة مش هتسكن لحظيا عشان المروحة دي ينكاب بتعمشي بسرعة معينة واكيد هي برضو مش هتسكن لحظياً أكيد فيه كسور ذاتي هيخليها تتحرك شوية فالكسور الذاتي اللي موجود جوه العجلة أو جوه المروحة دي هيخلي الماء تتحرك شوية لحد ما العجلة تسكت خالص يعني حتى بعدما تقفل ببمب الماء هتمشي بأس الفترة صغيرة جداً فالوالرفلو انارجي هيبط لخاص لنا بشكل جميل فكرة العمل بتاعت الاندوكترز فحاول ألخص لكم الكلام اللي تقال في الصلاة دي كلها لبعضها في حوالي دي أو دي اتين انت عندك اي كرين بيمشي في السلك بيكون حوالي مجنالتك فيلد وفي نفس الوقت اي سلك محطوق جوه مجنالتك فيلد هيكون كرينت بس مشكلة ان الكرينت اللي هنا بيعتمد على black shot بتاع مجنالتك فيلد وانت عندك الاندوكتر بيبع برجة الكويل بيجمع مجنالتك فيلد دون في نقطة واحدة فبالتالي الاندوكتر أو الكويل بيكون في مجنالة فيلد قوي جداً مقرنة بالسلك العادي فده معنى ان الاندكتر هيكون current عكس اتجاه current بتاع السيركت بس في اللحظة اللي انت بتقفل فيها السيركت او بتشغل فيها السيركت والcurrent عندك مش هيطلع مرة واحدة زي اللي انت شايفوا دراتي في الوجراف لا هيطلع بشكل exponential وبرضه هيقل بشكل exponential عشان انت عندك الفكرة الاساسية بتاعت lens law ان اي change بيحصل في الماجناتك فيلد بيكون مكانه current بيبقى عكس اتجاه current الاساسي اللي كون الماجناتك فيلد دوا ارجو ان الملخص اللي موضيته دي او ديتين دون يكون فاتكم اموان مش لازم تكون فاهمت كل حاجة تقلد في الاسلايد دي يعني مثلا القاعدة اللي في الصورة دي ممالهاش اي لازمة مش علينا في المنهج لكن المهم تكون فاهمت الملخص اللي موضيته دي او ديتين اللي انا قلته دلوقتي خلونا بقى نخش في القوانين او كلام المهم اللي عندنا في المنهج اول حاجة الاندكتنز ذات نفسها بتبقى عبارة عن قدرة المادة على مقومة ال change for current وبنرمزها بال capital L وبتبقى الوحدة بتاعتها ال Henry نسبة يعني لعلم جوزيف هنري وبنختصرها بال capital H وده اول قانون عندنا ان ال V of T بتساوي ال L في ال D I على D T ولو انت اخذتوا شبه لكم من النقطة دي خلونا اقولها لكم احنا عندنا كان نفس القانون ده بالزبط لكن انت هتعكس بين ال I وال V وتشيل ال L وتحط C يعني القانون بتاع كان ال I of T بتساوي C في ال D V على D T لكن هنا انت بدلت الاماكن بين ال V وال I وشيلت C وحطت بمكانها L فهو يعتبر نفس القانون بتغيرات بسيطة جدا حتى احنا قلنا في السلايد اللي فاتتين ال capacitor بيعتمد على change في ال voltage لكن ال inductor بيعتمد على change في ال current تاني قانون عندنا ان احنا لو حابين نجيب ال current هنعكس العملية هنجيب ال current النحية التانية يعني هنقسم على L ونعمل integration لل V وال I دي موجودة عشان لو ال inductor كان مخزن جواه magnetic field already قبل ما نحن نحطه في ال circuit وقانون ال energy زي وبالزبط زي بتاع capacitor ان انت بكل البساطة هتشيل السي وتحط مكانها L وهنا فيش اي قونين زيادة هم التاق قونين بس يعني القونين اقل وهي هي قونين capacitor بالزبط انك هتغير حاجة بسيطة جدا مش اكتر تعالوا بقى نروح لتوصيل ال inductor انت دلوقتي لو عندك inductor in series هنتعمل معهم ازاي هنتعمل معهم عادي جدا شبه ال resistors بالزبط يعني مش هتعمل زي capacitors اللي ها هو لو انت لقيتهم series هتتعمل معهم parallel او lax لا انت لو لقيت ال inductor in series هتتعمل معهم in series عادي جدا وبرضو لو افترضنا ان كل inductor بيبقى لي ال L بتاعته او la inductance بتاعته فال current اللي يمشي في ال circuit كلها هيبقى هو هو نفس current اللي يمشي في L1 في L2 في L3 لكن ال voltage هيتوزع عليهم حسب ال inductance بتاك كل واحد فيهم وبرضو ال voltage اللي على ال circuit كلها هيبقى مجموعة voltages على كل inductor فيهم فانا نفس الكلام بتاع resistors بالزبط ان ال current واحد لكن ال voltage بيبقى مجموعة طب in parallel بقى نفس الكلام لو انت عندك inductors in parallel فانت تتعمل معهم عادي جدا الاكسر ولو انت عندك كل inductor بيبقى لي ال inductance بتاعته فهيبقى كل واحد علي ال voltage اللي على ال 2 يعني ال voltage اللي على L1 هو هو ولا على L2 هو هو ولا على L3 وبرضو current اللي يمشي في circuit كلها لبعضها هيتقسم على كل inductance فيهم على حسب كل inductance والتاني يعني لو كان مختلفين وبرضو هنا تتعمل معها نفس الشكل اللي احنا تعملنا معاه في ال resistance انا لما احنا نيجي نوصل inductors مع بعض مش هتفرق اي حاجة عن ال resistors اياها نفس ال equivalent نفس ال voltage نفس ال current نفس كل حاجة فيش اي جديد الاكس ال capacitors ان احنا كنا بيجيب ال C equivalent بنعكس يعني لو هما كدرسيرز بنجيبهم parallel او العكس وحاب اوضح لكم نقطة هنا انا افترض دلوقتي فيه بطارية هنا موصلهم in parallel مع ال inductors دول كلهم فعشان هما متواصلين in parallel ال voltage اللي هيكونا على كل inductors فيهم هيكون اكبر من ال voltage اللي على بطارية مش مستهل انه انش راح دول بيحصل لي عشان ضحور طويل لكن هي الفكرة لو انت فاجأة فصلت البطارية ديان فبالتالي طالما ان ال coil او ال inductor دول عليه voltage اعلى من ال voltage بتاع البطارية فبالتالي current اللي هيمشي نتيجة ال voltage اللي على ال inductor دول هيكون current اكبر بكتير من ال current اللي كان ماشي نتيجة ال current بتاع البطارية يعني لو انت دلوقتي عندك بطارية 3 volt وايس تشغل element مثلا 9 volt فبالتالي انت هتحط البطارية مع ال inductor imperial وتستنى لحد اما ال inductor دول يشحن وهو يشحن في فترة بسيطة جدا يعني طبعا وابل ان ال inductor يشحن انت هتفسر البطارية ديان وال inductor هيشتغل كأنه بطارية بس اقوى بكتير من البطارية اللي انت فصلتها يعني البطارية احنا قلنا انها 10 volt فبالتالي ال inductor دول ممكن يبقى 30 volt عليه جدا او ممكن حتى يبقى اعلى وبالتالي انت كده هتقدر تغزي اللمبة او الحاجة ال 9 volt اللي انت كنت حاب توصلها مع البطارية هذه النقطة بسيطة تعرفها لجنب ان لما ال inductor يتشحن ويكون متوصل مع البطارية imperial فهيوفر لك voltage أعلى من ال voltage بتاع البطارية نفسها ارجو ان النقطة دي انتوا كنت فاهمت يعني نروح بقى الحاجة اللي بعديه اللي هي time constant زي ماك capacitor كال lead time constant برضو ال inductor lead time constant وبردو بياخد نفس التعريف بالزبط بتاع ال capacitor لكن انت بس كل انت هتعمل انك هتشير كلمة capacitor وتحط مكانها inductor ولو انت فهمت time constant بتاع capacitor انت برضو فهمت time constant بتاع ال inductor فلو انت دلوقتي عادك inductor وموصله مع البطارية in series ولو انت جيت تقيس ال voltage اللي موجود على ال inductor دوان هتلاقي ان ال voltage هيتطلع لك بنفس العلاقة اللي قدامك دلوقتي دي يعني ال voltage اللي هيزيد في ال inductor هيزيد بشكل exponential مش هيزيد بمرة واحدة زي زي ال capacitor بالزبط علي جدا وبعد اما ال inductor دوان يتشحن ويوصل لمية في المية ال circuit هتكمل عادي جدا كأنه يفيش اي inductor اساسين موجود عشان احنا قلنا ان ال inductor بيقوم ال current بتاع ال circuit او بتاع البطارية بس اول اما تشتغل او اول اما تطفي بس وبردو نفس الحوار هيحصل مع تفريغ ال coil بالزبط او ال inductor نفس العلاقة ال exponential لكن بالعكس او هي هي نفس العلاقة بتاعت capacitor بالزبط وبردو ال inductor بيشحن شحن كامل او بيفرغ تفريغ كامل في 5 tau وده معنى ان احنا هناخد نفس الجدول بتاع capacitor بالزبط ونفس القوانين اللي احنا كنا بنجيب بيها الارقام اللي بتاعة موجودة في الجدول بتاع capacitor وده هنا التاو بتاعة ال inductor ان التاو بتسوي L over R وهي كانت عندنا في capacitor بتسوي C في R واناخد برضو نفس القوانين بتاعة capacitor لكن هنشيل ال V ونحط مكانها I عشان زي ما احنا قلنا ان ال capacitor كان بيعتمد على change في ال Voltage لكن هنا ال inductor بيعتمد على change في current وقانون التاني نفس القانون بالزبط علي جدا فدونا القانون بتاعة ال charge ودونا القانون بتاعة ال dis charge وحتى نفس القوانين اللي احنا قلنا انها بتبقى برا من منهج انك لو انت حبيت تجيب تياني فانت بتحفظ القوانين ديانة عطول وبرضو فكركوا تاني ان القوانين ديان يا جماعة مش معنا في المنهج فانت ما تعتمدش عليها بنسبة 100% هيا قوانين ديان صح ان شاء الله عادي لكن انت لما تيجي تحل ما تعتمدش عليها بنسبة 100% انت اعتمد على القوانين اللي عندك في المنهج والجأ بس لقوانين ديان في حالة ان كل الطرق قفلت قدامك عشان ممكن وهي احتملية ضعيفة بصراحة ان القوانين ديان تطلب معك غلط فعموما تعالوا نخش على موضوع جديد مش رحنهوش في ال capacitors ديان بتبع بارة عن الوقت اللازم اللي خده السيستم عبارة ما يستقرر على وضع معين اللي هي الفايف تاو بمناسبة زي ما احنا قلنا ان الكاباشتر او الاندكتر بياخد فايف تاو عبارة ما يشحن شحن كامل او يفرغ تفريغ كامل واو لما يشحن او يفرغ بيثبت على الحال دي ما بيتغيرش من الحال دي فده معناه ان بعد ما يعدي فايف تاو على الكاباشتر او الاندكتر كده بيبقى الحالة دي اسمها ستيلي ستي وفيه برضه عندنا حاجات تانية اسمها لك الحاجات دي مش مهمة اوي هي حاجات بسيطة جدا ومش هتتسايل فيها يا طب فاحنا عندنا اللي هي اللي قدامكم ديان الوقت اللي من اول هنا كده بيبقى في كده الحالتين سواء كان بيعمل او الوقت اللي قبلهم بقى هنا في الجراف بيبقى حاجات تانية زي في زي ما احنا قلنا ان دي بتحصل بعد وقت خمسة تاو او ان التيب بتبقى اكبر من طب انت ممكن تسأل طب ليه ما نقولش ان التيب بتبقى اكبر من او بتساوي خمسة تاو اصد الفكرة ان احنا اعتبرنا ان بتحصل بعد خمسة تاو لكن فعليا او لما انت تيجي تحسيب الرياضة دي امرها ما هتحصل ابدا انت حتى جرب تمسك الالب نفسك وجرب تعود بالارقام اللي كانت موجودة في الجدل اللي فات وهدينا حطيت الرقم قدامكم انت جربت تحط المعادلة دي قدامك على الالة وحط الان باي رقم يعجبك حطها بخمس تابعاشر بمية عمرها ما هتوصل لمية في المية فاعتبرنا ان هو بيشحن شحن كامل عند خمسة تاو لكن هو فعليا ما بيشحنش شحن كامل او زي ما احنا قلنا ان الخمسة تاو دي بيكون وصل لتساة وتسين فصتاته في المية من الشحن بتاعته فاحنا قلنا ان هو اكبر من خمسة تاو لكن ما بيسويهاش زي ما تقوله كده زيادة في الدقة عموما نفتكر ملحوظات قلناها في الفيديو اللي فات انت عندك اولا ما كاباستور يتشحن شحن كامل ما بيبقاش فيه اي كرن بيمشي في الكاباستور دون او بمعنى صح الكرن ما بيمشيش في الكاباستور لما بيكون في الاستيري ستاة العكس بقى تماما مع الاندكتور ان لو الاندكتور دون وانت شحن شحن كامل او بقى في الاستيري ستاة فالكيرنت اللي هيمشي فيه هيبقى الكيرنت اللي بيمشي في بقى السيركت عادي جدا ولو كان فيه اي اندكتور موجود عندك اصلا او بمعنى صح في الاستيري ستاة الاندكتور مش هامل اي نوع من انواع مقاومة فبالتالي إحنا عندنا لو فيه سيركت وقالنا السيركت ديان في واحنا لقينا فيه كاباستر فإحنا هنشيل الكاباستر دون ونحط مكانه ولو عندنا اندكتر هنشيل الاندكتر ونحط مكانه والكلام ده هنه هيوضح أكتر في الحل قدام السلايد ديان فيها ملخص القوانين بتاعت الفيديو دون والفيديو اللي فات أرجو أنها تكون مفيدة بما فيه الكفاية ليكم وبرضه مش محتاجة نبهكم القوانين اللي قدامكم ديان اللي أنا بحاوت عليها دلوقتي إياكم تعتمدوا عليها بنسبة بمية في المية عشان زي ما احنا قلنا في الفيديو دون أو في الفيديو اللي فات أن القوانين دي مش معنا في المنحك فبالتالي ممكن يكون فيها نسبة وتخطأ حتى لو بسيطة لكن هي بإذن الله هتطلع معك صح علي جدا يعني فخلي القوانين ديان تبقى آخر حاجة تلجأ لها في الحل بتاعك يعني حاول قدر الإمكانك تعتمد على القوانين الأسسية ونوطة كمان حابة يا جماعة القوانين دي لازم تتحفظ الدكتور مش هدينا القوانين في الامتحان الكلام دون ينطبق على الترم دون في الالكترونيكس والفيزيكس انت لازم تحفظ القوانين في الترم دون في الالكترونيكس والفيزيكس وانت مش هيبة مع القوانين في الامتحان فلازم القوانين ديان تتحفظ فبنلاق عليكو يا جماعة خدوا بالكو عشان انتوا دايما بتسألوا الحل بقى أول سؤال معنا السؤال ده متقسم مع نوطتين اي و بي فيحنا دلوقتي في ديان حل ايه? السؤال ده هو مديك وبيقول لك انها في وهو مديك وبيقول لك هات القيم بتاعتهم. فتعالوا نجاوب واحدة واحدة مع بعض. زي ما انتو شايفين فيها ديان فيها السويتش ده وان السهم بتاعه طلع على بره. طراما ان السهم طلع على بره وكتب لك انه فده معناه ان في الاول كان ديان مقفول لكن بعد كده انا فتحته. فانا هادرس الحالة بعد ما انا افتح ديان. طب ايه اللي كان بيحصل لما كان السويتش مقفول الكرنت كان بيمشي في السيركت ديان بس. فده معناه ان باقي السيركت اللي هي ديان ما كانش بيمشي فيها اي كرنت خالص. لكن اولا ما افتح السويتش الكرنت بقى هيمشي في باقي السيركت عادي جدا. ومش هي مشي في السيرك الفاضي اللي انا بحوط عليه دول. فترما ان هو قال لنا ان السيركت ديان في فاحنا لازم ناخد بلنا من كام حاجة. احنا هنشيل الكاباستور دولا وهنحط مكانه open circuit وبرضه الكويل اللي قدامنا دونا هنشيله ونحط مكانه short circuit وبرضه ديان open circuit عندنا عشان احنا فتحنا ال switch ودعو نشكل circuit بعد ما احنا نعدل عليها هي مجرد current source ومتوصل مع resistance هو بعد لو هتطالب من ال VA وال IA فتعالوا نجيب ال IA مع بعض ال IA هتبقى نفس current بتاع current source ال IA هتبقى نفس current بتاع current source فال IA هتبقى ب2 امبير يعني هنا مفيش اي خطوات او اي حاجة تتحل هو بس نفس current source علي جدا طب وال VA بقى تساوي كام انت عندك ال VA هتساوي نفس voltage ال IA resistance وليه دونا عشان هما ال 2 متوصلين فاحنا يعني ممكن نشيل السرك دونا ونحط مكانه نود واحدة عالي جدا والسرك اللي تحت برضو نفس الحوار ممكن نشيل السرك دو كله ونحط مكانه نود واحدة وبالتالي هنلاحظ ان current source دو هم متوصل مع resistance مش انسير زي ما انت شايف فطرعما النوم ال 2 متوصلين فال voltage اللي هنا هيساوي نفس voltage اللي هنا برضو النقطة بتاعت ان هم متوصلين امبرل خدنا السؤال شبهها بالضبط في الفيديو اللي فات وكان اخر سؤال في الفيديو بالمناسبة فلو انت هفهمتش هما ليه متوصلين امبرل فممكن ترجع للفيديو اللي فات وتحاول تفهم بقى من هناك فعموما ال VA هتساوي ال IA في ال R اللي هتطلب معنا ب50 فولت في الاخر بس عادي حتى لو انت هاخدتش بالك ان هما ال 2 دول امبرل وقالت ان هما وان برضو عادي يعفيش رشكرة تطلب معك ب50 فولت تعالوا بقى نكمل نفس المسال لكن هايبقى معنا سيركوت تانية هنا دلوقتي بيقول ان السيركوت ديو كان فيها سويتش والسويتش داون كان مفتوح والسهم ننزل لتحت ده معناه ان السويتش داون كان مفتوح لكن بعدكدا انا قفلته طوما ان السويتش كان مفتوح فما كانش فيه اي كرام بيمشي في السيركوت خالص لكن او لما قفله هيمشي في السيركوت دي كلها لبعضها من اولها الاخيرة عادي جدا فتعالوا نرسل من السيركت ديان تاني دروقتي لا سويتش دون هيقفل فدينها تبقى شور سيركت ودروقتي دون قدامي كويل فهنا هشيله كويل دون وحطه مكانه شور سيركت برضه ودون كاباستور فهشيله وحطه مكانه اوبن سيركت ودون شكل السيركت بعد ما احنا عدلنا عليها في الاخر هو بعد دروقتي طالب من ال I1 وال 2 و 3 فإحنا دروقتي معنا الفولتج اللي ماسيش في السيركت كلها لبعضها وعايزين نعرف الكرينت اللي ماسي في السيركت كلها فإحنا دروقتي هنجيب ال RESISTANCE بتاعت السيركت كلها وهنجيب ال R-Equivalent فإحنا عندنا ال 2 RESISTANCE دول متصيين in parallel وفي نفس الوقت ال BRANCH ده كل على بعضه INSURES مع ال RESISTANCE اللي قدامنا دي 5 أوم فبالتالي إحنا نجيب ال R-Equivalent بتاعت ال BRANCH دوان وهنجمعها ال RESISTANCE اللي هي 5 أوم ديين فإحنا نحسبها مع بعض هنجمعها ال 5 أوم على 10 أوم و10 أوم توازي مع بعض فهتبقى ال 5 زي قدر 10 وال 10 دول دربوهم على جمعهم وهتطلب معنا 10 أوم في الآخر فدير R-Equivalent بتاعت السيركت كلها لبعضها فمن هنا هنجيب ال I-1 إن ال I هتساوي ال V على ال R هتطلب معنا ب 2 أمبير في الآخر وعشان نجيب ال I-2 وال I-3 ديين بقى current division principle وخدوا باركم إن ال I-2 هتساوي ال I-3 عشان هما ال 2 نفس المقاومة يعني عشان هما ال 2 امبير في هما ال 2 هاياخدوا نفس الفولتج فترى من هما نفس الفولتج هما كمان نفس ال Resistence فبالتالي هتبقى نفس current فال I-2 هتساوي ال I-3 وهنحسبها بقى current division principle فتعالوا نحط القنون بتاعنا ال I-Tall هنا هتبقى ال I-1 هي هيها هي في الحالة ديين مش هتفرق لكن حبيت اوضح لكم حاجة عشان نجيب ال I-2 أو اللي نحن نجيب current اللي بيمشي في R-2 فهحنا هنقول R-3 over R-2 plus R-3 ودي عن Special Case ان احنا بنتعمل مع 2 Resistors in parallel بالشكل دون ان احنا مناكز ما بنقش R-2 over R-2 plus R-3 لأ بنعكسها لكن لو كانوا مثلا 3 Resistence أو 4 أو 5 أو الى اخيره فاحنا بنتعمل معهم بالشكل العادي فاخدوا باركم من حور بتاع Special Case هنا عموما لما يجينا الحسابة هتطلع معنا بواحد أمبير في الآخر فال I-2 بتساوي ال I-3 بتساوي 1 أمبير واللي هو شيء منطقي عشان لما احنا نجيب نرجع الحل بتاعنا هلا ان ال I-2 لازم بتساوي ال I-3 وهلا ان ال I-1 لازم تتعسم ما بينهم هما الاتنين ده معناه ان ال I-2 هتاخد نص ال I-1 وال I-3 برضو هتاخد نص ال I-1 وال I-1 تراب معنا باتنين أمبير وال I-2 وال I-3 تراب معنا بواحد أمبير فبالتالي هيا فعلا ماشيين صحة في الحل بتاعنا تعالوا بقى نروح السؤال اللي بعده في السؤال دون هو مديني سيركت وترم مني ال I-F-T وال V-F-T هي ان شاء الله سهلة فتعالوا نحلها مع بعض عشان نجيب ال I-F-T هنضطر نجيب ال I-Node او ال current اللي ماشي في السؤكت كلها لبعضه فهو ال switch دون كان مفتوح لكن هو الساهم نازل لتحت فده معناه ان ال switch هيقفل لما تتيب تساوي 0 فتعالوا نوصل ال circuit دين ونشير ال switch ونحط ما كان ال short circuit عموما لما نيجي نحسب ال I-Node هنقسم ال V بتاعت على ال resistance الوحيدة اللي عندنا وفي الاخرى تطلع معنات 2 أمبير نستخدم بقى ال I-Node دين في القانون بتاعت ال I-F-T يعني عشان ال inductor دا وبيعمل التشارج فاحنا نحط القانون بالشكل دون هنشير كل حاجة ونعود عناها بكميتها يعني هنشير ال I-Node ونحط مكانها 2 وال R نحط مكانها 50 وال L نحط مكانها 0.1 وفي الاخرى تطلع معنا بالشكل دون كده احنا جبنا ال I-F-T اللي هو كان طالبها عايزين بقى نجيب ال V-F-T ال V-F-T بتساوي ال L في D-I على D-T طب ال D-I على D-T نجيبها منين فإحنا دلوقتي قدامنا ال I-F-T فبكل بساطة إحنا نعمل للمعادلة دين كلها لبعضها وكده يكون جبنا ال D-I على D-T فبنرحها كده مع بعض ال L دين هتنزل زي ما هي عادي جدا بعد كده بقى ال D-F-T نعمله إحنا نبص ع المعادلة واحدة واحدة اللي إن ال I-Node دين أبران كاستن حتى إحنا في الاخر حطناها هنا بكاستن فبالتالي إن شاء لو الحطه كان 0 فاضل بقى ال Branch دون كله على بعضه أو جزء دون من المعادلة كله على بعضه هينزل زي ما هو عادي جدا عشان إحنا عندنا المعادلة القصية أو الدلة القصية بتنزل زي ما هي في مشتقة القص لغة رتمة طبيعة للأساس أو الن للأساس لكن عشان إحنا عندنا الأساس هنا عبارة عن I فلن I بواحد فنقول بس إن الدلة القصية هتنزل زي ما هي في مشتقة القص وبرضو ال I-Node هي عبارة عن constant A لكن مضروبة في ال Function فبالتالي عملناها constant ومضروبة في ال Function فإحنا ننسبها زي ما هي وبالتالي القص دون نشتركه إزاي إحنا عندنا القص دون عبارة عن T مضروبة في R over L فالT هي تعتبر ال Function بتاعتنا وال R over L دين هي عبارة عن constant بتاعتنا عشان R بتبع عبارة عن constant وال L برضو عبارة عن constant عموما ندون الشكل النهائي اللي هتطلع معنا للمعادلة نزلنا L زي ما هي بعديها نزلنا المعادلة دي كلها لبعضها زي ما هي بعديها نزلنا المشركة بتاعت القص اللي هي negative R over L فهنا ال L اللي في المقامة هكانسل ال L اللي في البسط بعدها ندرب negative R في negative I node وهتدينا 100 وبرضو ال R over L اللي هي 50 عز 0.2 هتدينا 500 ودون شكل المعادلة اللي هتطلع معنا في الآخر كده إحنا جبنا كل حاجة هو كان طالبها ال I of T وال V of T الموضوع بسيط يعني إحنا حلنا السؤال في سطرين ثلاثة تعالوا بقى نخش على السؤال اللي بعدي السؤال دون طويل حبتين هو متقسم مع نقطتين فاحنا نحل النقطة دين في السلايد دين والنقطة اللي بعدها في السلايد اللي بعدها عموما هو هنا زي السؤال اللي فات بالضبط طالب من ديني بتاعت ال I of T وال V of T وبرضو هو كان مدينا الكوين بتاع كل حاجة موجودة في السيركت بس هو كان مدينا في الجزء الثاني في السؤال فانا خدتها من الجزء الثاني وركنتها لجنب هنا عشان نتعمل بيها فتعالوا نجاب واحدة واحدة مع بعض هو جاب لي هنا ان فيه سويتش مفتوح لكن السهم طالع لبرا ده معناه ان في الاول اللي سويتش دون كان مقفول لكن انا فتحته فبالتالي كان ماشي في السيركت دي كلها لبعضها عادي جدا لكن رحت انا فتحه فده معناه ان فيش اي كرنت هيمشي لكن خدوا باركوا ان الكويل دون اولا داكتور دون مخزن جواه مجنالك فيل فده معناه ان فيه كرنت هيمشي في البرانش دون من السيركت فتعالوا بقى نحسب الكرنت اللي ماشي في الكويل دون كان قد ايه فده معناه ان دي لما كانت مقفولة كان بيمشي في الكويل دوان بس ما كانش بيمشي في دي. فعشان نجيب هنقسم على وإحنا عارفين الكويل بتاعك كل حاجة في دي تتلعب واحد ونص انبير. هي مش هنستخدم القنية بتاعتها في دي نستخدمها في دي قدام او في جزء تاني من السؤال. لكن عموما تعالوا نحط القنون بتاع الفكرة ان هنا او لما نفتح الكويل او هيفرغ مش هيشحن. فبالتالي عشان كده احنا حطينا القنون دوان بتاع الايف تي. هنا رحنا شايلين الاي نود وحطينا ما كانا في اس اوفر اروان. يعني شلناها وحطينا ما كانا كوميتها. او القنون بتاعها بما ناصح. فبالتالي هي دي انا موعد لقدامنا. هو ده النتج النهايي بتاعنا. لكن انت ممكن تستغرب. ليه السؤال اللي فات? شلنا كل حاجة وحطينا كوميتها. لكن هنا ما شلناش اي حاجة. سبنا كل حاجة بالرموز زي ما هي. اصل فكرة هنا في السؤال ده انه هو طلب منك الايف تي او الف تي. لأ هو طلب منك الايف تي. يعني عايز القنون. مش عايزك تعود باي حاجة. فانت اخدوا باركم من الالفاص بتاع السؤال. تعريبا هنحل الفي اف تي. هنسيب ال ال زي ما هي. وهنشتاك ال ايف تي. يعني احنا هنسيبه في معادلة دي ان ننزلها زي ما هي عادي جدا. بعديها هنضربه في المشتاكة بتاعت القس. المشتاكة بتاعت القسين انك هتنزل ناجل في ار تو اوفر ال زي ما هي عادي جدا مضروبة في المعادلة دي كلها لبعضها. وده الشكل اللي هتطلع معنا. برضو هنا ال ال هتكانسل ال ال. وده الشكل النهائي للمعادلة. وبردو احنا مش هنعوض عن اي حاجة بكميتها عشان هو كان طالب فده النص الاولاني من السؤال وكان زي اللي فات بالزبط. بل يعتبر اسهل كمان عشانك معوضش عن اي حاجة بكميتها. فتعالوا نروح للنص التاني من السؤال وان شاء الله ما اضع بسيط زي مرة اللي فاتت. هي هي نفس السيركيت ونفس كل هاي. هنا في اول نقطة اي طالب مني او التاو بعد اما السويتش يفتح. ولازم نركز على الجملة دي ليه عشان احنا عندنا التاو بتساوي ال اوفر او. في احنا نعرف مين اهلية ار وان ولا ار تو. فبعد اما السويتش يفتح مش هيبه قدامنا في السيركيت كلها لبعضها بيمشي فيها كقربة غير ال ار تو. فبالتالي احنا هنقسم ال ال على ال ار تو وفي الاخر هتطلع معنا بالرقم دوا. طب تعالوا نشوف النقطة بي. هوا طالب منينا او احنا جبنا احنا هنحطها زي ما هي عادة جدا. لكن هوا عشان طالب منينا قيمة او طالب منينا فاحنا انشير كل حاجة ونعود عمناها بكمتها. واولا ما نعود هتطلع معنا بالشكل دوا. وال هتطلع معنا بالرقم دوا في الاخر. لكن اخدوا باركم ان هو طالب يعني احنا هنحط كده لل وفي ناس الوقت هنجيب الماكسموم من احنا عندنا الحاجة الوحيدة اللي بتتغير في المعادلة دي ان كلها لبعضها هي التي. فبالتالي احنا هنشيل التي دينا وتحطها مكانة زيرا. عشان هتبقى اكبر حاجة ممكنة ان التي بتساوي زيرا. فبالتالي بتاع الماكسموم بتاع الفي اف تي ماكسموم هتطلع معنا بمية وخمسين فولت. تالت نقطة سي عايز يعرف الماكسموم بتاعت الفي اف تي قد ايه مقارنتم بالفي اس. فاحنا عندنا الماكسموم ماكنيتود لسا جايبينه دلوقتي مية وخمسين فولت. والفي اس بخمسة فولت. فبالتالي ده معناه ان ماكسموم ماكنيتود في في اف تي بتساوي عشرة في اس. وهي ديانة اللي جابة ايوة مفيش اي خطوة مفيش اي حاجة. هوا السؤالات حلة خلاص. اخر نقطة بقى دي. طالب مننا قيمة تي لما في اف تي بتبقى بنص القيمة بتاعتها اولا ما اللي سويتش يفتح. فاحنا عندنا ان اميليتلي اولا ما اللي سويتش يفتح ده معناه ان ان تي بتساوي زيرو. واحنا لسه جايبين الفي التي ايكل زيرو بالزبط دلوقتي. واللي هي ترعب معناه مية وخمسين فولت. فده معناه ان نص قيمة هي بخمسة سبعين فولت. او بنجل الفي عشان انا مافيش ماجنيتود بمنع اصح. فاحنا بكل بساطة هنحط اي توث بارل نجل الثافزن تي لوحدها في طرف. ويطلع معناه الشاك دون في الاخر. انت ممكن تعوض عناه بالسالف على الاقل عادي جدا. بس احنا هنجيب لنا الطرفين عشان نبصتها عن نفسنا. والتي هتطلع معنا بالرقم دون في الاخر. والحد هنا الفيديو خلص. بالمناسبة احنا دروقتي كنا بنحل الشيط السالس. لكن الفكرة ان الشيط السالس كان فيه في اخر سؤال رابع. السؤال الرابع هنا محلتهش عشان السؤال دون كان بيعتمد على والفكرة ان الدكتور في المحاضرة الستة مش راحش ال اي سي. هو طبما انا صحي كان بيمهد للمحاضرة السبعة والتمنة. فعشان احل السؤال الاخير في الشيط السالس هتطلع شرح ال اي سي من الاول جديد. فبالتالي خلونا لو لو انا شرحت ال اي سي في فيديو منفصل. فانا ممكن احط السؤال الاخير في الشيط السالس دوا معاه. فعموما ارجو انكم تكونوا استفدتوا وربنا اوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.